اشتركوا في القناة او انس ارحب بكم في لقاء جديد مع مادة التربية الدينية الاسلامية الفصل الدراسي الثاني ما تنساش في نهاية كل حصة فيه واجب على الدرس بتحل الواجب وتكتب عليه اسمك واسم الدرس وتبعته على جروب سادس في التليجرام رابط الجروب وقناة التليجرام تجدوه ان شاء الله في صندوق الوصف او في اول تعليق لكن فضلا لا امرا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على الاعجاب والتعليق على الفيديو هيا بنا حبيبي نبدأ على بركة الله درسونا في هذا اللقاء يا حبيبي بعنوان العبادات البدنية العبادات البدنية وده الدرس الاول في الموضوع الثالث الموضوع الثالث بعنوان العبادات هناخد الدرس الاول العبادات البدنية وبعد كده عندنا في هذا الموضوع درس اخر ان شاء الله تعالى وبكده نكون خلصنا المحور الثالث الدرس الاول العبادات البدنية نتناول بهذا الدرس العبادات التي نؤديها بالجسد وتسمى العبادات البدنية ثانيا حبيبي احنا نتكلم عن ايه العبادات البدنية يعني عبادات بدنية يعني نؤديها بالجسد نؤديها بايه بالجسد تاجة منا حركات وتسمى العبادات البدنية هم ثلاثة اللي احنا هناخدهم الصلاة والصيام والحج إذن الصلاة والصيام والحج من العبادات البدنية يقول لنا مثلا كده الصلاة من العبادات المالية غلط الصيام من العبادات القلبية غلط تمام الصلاة والصيام والحج من العبادات البدنية وفضلها في الدنيا والآخرة وأثرها في حياة الفرض والمجتمع نروح لأول حاجة وهي الصلاة أولا الصلاة فريضة تؤدى خمس مرات يوميا كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها في أوقات محددة الصلاة بنصلي كم مرة في اليوم الفارض خد بالك خمس مرات يوميا أنا بتكلم على الفروض طب واحد ممكن يقول لي إيه أنا بحب أصلي صلاة الضحى أو بتهجد في الليل أقوم في الليل طمام أنا بتكلم دلوقتي عن الفروض الفروض كام فروض الصلاة خمس مرات يوميا صلاة الفجر والظهر والعص والمغرب والعشاء اتعلمناها من مين من النبي صلى الله عليه وسلم وهي تؤدى في أوقات محددة في أوقات محددة الظهر يدخل وقته يؤذن المؤذن أن أقوم نصلي تمام غير كده أبل مثلا هذا التوقيت ما ينفعش أن نصلي الظهر قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سورة النساء الآية 103 طيب رقم بعزين نعرفها في الصلاة تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام وعندها يخشع العبد ويركز ويتوجه إلى الله عز وجل بدون تشتت يقول لك الصلاة تبدأ بإيه تكبيرة الإحرام بنقول إيه الله أكبر تمام ترفع إيدك وبعد كده بتقول الله أكبر ده كده اسمها تكبيرة الإحرام كده إنت دخلت في الصلاة رقم جيم يقرأ بخشوع الفاتحة وآيات من القرآن الكريم يبقى هنا بيقرأ إيه بخشوع يقرأ الفاتحة وآيات من القرآن الكريم آيات إيه أي آيات المهمة بتقرأ الفاتحة يلا نكمل رقم ديال عند الركوع يستشعر العبد يستشعر علشان إيه يخضع لما تشعر بعظمة رب العالمين حين يقول بتركيز سبحان ربي العظيم يبقى في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم طب في السجود يكون العبد أقرب ما يكون لربه حين يقول سبحان ربي الأعلى خد بالك أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وهو في السجود أثناء الصلاة وهيجي معنا الحديث بعد قليل بنقول إيه في السجود سبحان ربي الأعلى يبقى في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود سبحان ربي الأعلى يتذكر العبد في سجوده احتياجه لربه ويعمل إيه ويدعوه بما يريد في الدنيا والآخرة يبقى الدعاء بيكون فين؟ بالدعاء بيكون إمتى؟ بيكون في السجود ليه؟ لأن هذا الموضع وهو السجود هو أنت كده أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في أي من أي موضع تاني سواء في الصلاة أو خارج الصلاة قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء الحديث حفظ تاني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء الحديث في صحيح الإمام المسلم فضل الصلاة من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها يعني في ميعادها على وقتها يعني إيه؟ في ميعادها يبقى أول فضل للصلاة إيه يا أبطال؟ من أحب الأعمال إلى الله تعالى أنا عايزك تستشعر المعنى ده وإنت رايح المسجد تصلي إنك بتعمل إيه؟ يا إنت رايح كده لأحب عمل ربنا بيحبه منك هو إيه؟ هو الصلاة خصوصا أنك بتصليها في ميعادها يبقى الصلاة على وقتها صحيح الإمام البخاري طيب من فضل الصلاة أيضا سبب في انتظام جوانب حياتنا وترتيب أولوياتنا على أساس مواقيت الصلاة على أساس مواقيت الصلاة يعني إيه الكلام ده؟ إنت نفسه اللي محافظ على الصلاة دايما دايما هتلاقيه بيقدر ينظم وقته رقم جيم تعلمنا المساوات والاندماج في المجتمع حين نؤديها فين؟ في جماعة يعني إيه؟ أنت لما بتروح تصلي بتقف جنب مين؟ بتقف جنب الناس جميعا ممكن تقف جنب واحد غني واحد فقير واحد أصمر واحد أبيض واحد غريب واحد قريب يبقى أنت دخولك المسجد واستفافك في الصف مع الناس بيعلمك إيه؟ الاندماج مع المجتمع بيعلمك المساواة في الصلاة بالذات ما فيش فرق ما فيش فرق إلا بإيه؟ بالطقوة والخشوع في الصلاة يبقى تعلمنا المساواة والاندماج حين نؤديها في جماعة ثانيا الصيام انتهينا من الصلاة نتكلم عن الصيام خد بالك بقى تعريف إيه؟ تعريف الصيام ده مهم جداً تعريف الصيام تمام؟ هو الامتناع عن الأكل والشرب وبقية المفترات تاني هو الامتناع يعني الامتناع عن الكفة يعني ما تعملش الامتناع عن إيه؟ الأكل والشرب وبقية المفترات من إمتى لإمتى؟ من آذان الفجر حتى آذان المغرب تاني يلا نقوله هو الامتناع عن الأكل والشرب وبقية المفترات وذلك من آذان الفجر حتى آذان المغرب خلاص جدا تمام طبعا فيه تعريف فيه تعريفات أكتر وتفاصيل أكتر ولكن دي بتعرفها وحدة وحدة لما بتبدك تقرأه وتطلع فضل الصيام الصيام فاديته إيه يتعلم العبد الإخلاص الإخلاص أكثر عبادة يا حبيبي تعلمنا الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى الصيام ممكن واحد يروح يصلي علشان الناس يقول عليه ويصلي لكن ممكن واحد يصوم علشان الناس يقول عليه ويصوم طيب مه ممكن يتخفى ويفطر صح يبقى الصيام أكثر عبادة بتعلمنا الإخلاص ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ترك جزاء الصيام له يوم القيامة يتعلم العبد الإخلاص ويستحضر رؤية الله له فلا يفطر ولو كان وحده فلا يفطر ولو كان وحده طيب لهو مش مخلص قدامنا صايم وبعد ما يستخبأ أو يختفي قدامنا عن الناس يعمل إيه؟ هيا يفطر نتعلم التحكم في رغباتنا وشهواتنا أوما الأكل يدخلوا بالكم شهوة ورغبة تنفسك تاكل واحد بيحب الأكل ولكن لما يروح بقى يدخل الصيام يعمل إيه؟ يبدأ يتعلم لا أنا أمسك نفس شوية عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان حسناتي عشان الجزاء يبدأ واحدة واحدة يتحكم في رغبتي في الأكل واحد للأسف بيقول كلام كتير فيه معصية فلما يجي في رمضان ويصوم ويعرف أنك في رمضان بالذات ما ينفعش تقول ما ينفعش تقول كلام ده علشان هيخليك تفطر فيبدأ يمسك لسانه ويمسك لسانه ويمسك لسانه لحد ما يقدر يتحكم في هذه الخاصلة فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ويدربنا بإيه؟ بالصيام رقم جين يا حبيبي نتمسك بالأخلاق الطيبة مع الآخرين رغم تعب الصيام قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرء شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم فلا يرفث يعني إيه؟ يقول كلاما قبيحا يقول كلاما إيه؟ قبيحا ولا يجهل يعني ما يعملش حاجة ما يعملش أمر من أمور الجاهلية الجاهلية كانوا بيحبوا مثلا الصراخ والتصفيق والصفير والسفة يعني حاجات كتير جدا من أمر الجاهلية الإسلام نهى عنها فإن كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل طيب ما هو ممكن واحد يتعرض أن واحد يتنمر عليه بالشتائم أو يسخر منه تعالي نشوف النبي قال لنا إيه؟ إن فيه واحد من الناس شاتمك أو قاتلك يعني تخرق معاك فليقل إني صائم صحيح الإمام البخاري يبقى الصيام أيضا بيعلمنا إيه؟ التمسك بالأخلاق الطيبة ركم دال من فوائد الصيام مغفرة الذنوب قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صحيح البخاري تاني يبقى الأحديث إيه؟ الأحديث دي كلها حفظ من صام رمضان إيمانا واحتسابا احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى يعني الإخلاص غفر له ما تقدم من ذنبه أي حاجة قبل رمضان أنت عملتها ربنا يغفرها لك بس شرط أنك تسم رمضان إيمانا مؤمن مؤمن بهذا الصيام واحتسابا يعني مخلصا لله سبحانه وتعالى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ثالثا الحج فريضة على المسلم الذي لديه القدرة والمعاية المادية والجسدية الحج قدرة مادية وجسدية معناه إيه الحج؟ معناه القصد الحج معناه إيه القصد؟ أي نقصد رضا الله عز وجل بأعمالنا البدنية في الحج طب الأعمال البدنية اللي في الحج زي إيه؟ الطواف بالكعبة الوقوف بعرفة السعي بين الصفا والمروة تمام؟ يشترط الحج إيه؟ القدرة المادية والجسدية فضل الحج الجنة والمغفرة الجنة والمغفرة من الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور يعني المقبول الحج اللي ربنا يقبله منك ليس له جزاء إلا الجنة إلا إيه؟ الجنة الحج بتاعت مقبول وصحيح جزاء الجنة خد بالك اللي بيحج يرجع يرجع من الحج كيوم ولدات أمه يعني إيه؟ يعني مع لهش لأي زنب مضى فعندوش أي زنب خالص طيب رقم بقى في أثناء إعمال الحج يتعلم المسلم تعلم إيه؟ الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى حتى لو لم يفهم الحكمة من وراء حتى لو أنت مش عارف الحكمة إيه؟ أو ربنا شرع هذه العبادة ليه؟ أنت برضاك عن ذلك أنت بتمتسل لأمر الله سبحانه وتعالى يعني بطيع ربنا نتعلم ضبط أخلاقنا وسط الزحم طبعا كلنا عارفين والمنظر إزاي في الحج الزحم كبير جدا لكن إحنا في الزحم ده بنتطلب أن إحنا نضبط أخلاقنا فبنتعلم ذلك من إيه؟ من الحج وكمان في أثناء التعامل مع الثقافات المختلفة هتلاقي مسلمين في الحج من جميع بقاع الأرض من كل مكان في العالم من كل في آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين وأستراليا مسلمين من كل مكان فنتعلم في الحج إزاي بنقدر نتعامل مع هذا الزحم ومعها الثقافات المختلفة قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج البقرة الآية 197 رفث معناه إيه؟ الكلام الفاحش الكلام الفاحش أو نقدر نقول إيه؟ الفحش في الكلام يعني كلام وحش لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا فسوق ولا فسوق الفسوق اللي هو العصيان العصيان ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى في الحج لا يقال الكلام الفاحش ولا نعص الله عز وجل ولا جدال وحوارات ومناقشات وخلافات في الحج كل ده ممتنع في الحج يلا نروح لأنشطة الأضواء اختر الإجابات الصحيحة مما بين القوسين جميع العبادات التالية بدنيا ما عدا الصلاة والصيام والزكاة الحج احنا اتفقنا الصلاة والصيام والحج لعبادات بدنية الزكاة مع عبادة مالية أهم ما يميز المسلم عند الصلاة القراءة بخشوع استشعار عظمة الله الاكثار من الدعاء في السجود كل ما سبق أهم ما يميز المسلم عند الصلاة كل ما سبق حب الأعمال إلى الله الزكاة الصلاة على وقتها بر الولدين الحج طبعا كل الأعمال محببة إلى الله بس احنا بنقول ايه أحب أحب ده بنسميه أفعل تفضيل يعني يعني ايه الأكثر ايه الأكثر هو ايه الصلاة على وقتها الاستطاعة في الحج تعني القدرة على استغلال الوقت القدرة المالية القدرة المدنية المالية والبدنية أن الحج يشترط القدرة المالية والبدنية طيب بعد كده ضع علامة صواب أو علامة خطأ الصلاة من العبادات المالية التي يجب الموظبة عليها عبادات مالية لا طبعا العبارة خطأ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد العبارة صحيحة الحج المبرور يعني المقبول جزاؤه المغفرة والجنة طبعا العبارة صحيحة نتعلم من الصيام مراقبة الله في أقوالنا وأفعالنا لهو الإخلاص العبارة صحيحة صل كل عبارة بما يناسبها العبادات التي نؤديها بالجسد وهو ساجد الله عز وجل تعلم العبد الإخلاص لله وحده هي العبادات البدنية ضبط أخلاقنا أثناء الزحام هي العبادات البدنية نتعلم من الحج ضبط أخلاقنا أثناء الزحام من فضل الصيام تعلم العبد الإخلاص لله عز وجل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لله عز وجل أكتب اسم العبادة فريضة تؤدى خمس مرات يوميا بفريضة فريضة الصلاة خمس مرات الصلاة الامتناع عن الأكل والشرب من أذان الفجر حتى أذان المغرب الامتناع أردك دائي الصيام الذهب إلى بيت الله والطوف حول الكعبة والوقوف بعرفة دائي الحج الحج نقط على المسلم الذي لديه القدرة نقط والجسدية الحج واجب أو فريضة على المسلم الذي لديه القدرة المالية قدرة المالية الحج ممكن نقدر نقول عليه هو من العبادات البدنية ومن العبادات أيضا المالية يعلمنا الصيام التحكم في التحكم في إيه؟ في رغباتنا وكمان وشهواتنا الصلاة تعلمنا نقط والاندماك في المجتمع تعلمنا المساواة والاندماج في المجتمع حين نؤديها في جماعة في جماعة في المسجن تمام يا حبيبي؟ نشاط ستة ارجع بقى كده اللي احنا شرحناه وشوف معنى الصيام إيه والصوم إيه والحج إيه طبعا بالنسبة للعدد بالنسبة للعدد أو التوقيت الصلاة خمس مرات في اليوم الصوم بنصومه إيه؟ في شهر رمضان مرة واحدة كل عام الحج بنحج فيه العشر أيام الأولى من شهر ذي الحجة وهي فرض مرة واحدة فقط في العمر يعني الحج مرة واحدة خلاص سقطت عليه فريضة الحج طيب ربنا ميسر لك مثلا المال والقدرة البدنية وعايز حج تاني تمام ما فيش مشكلة تمام؟ الفضل ارجعوا ليه اللي احنا شرحناه أيضا بعد كده عندنا إيه؟ يلا كيف نؤدي نؤدي الصلاة كعبادة بدنية؟ تبدأ بإيه الصلاة؟ نقول كده تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وتنتهي بالتسليم ونخشع في إيه؟ في الركوع والسجود وقراءة القرآن وقراءة إيه؟ القرآن تمام؟ ما أهم أداب الصيام؟ أهم أداب الصيام إيه؟ مراقبة الله عز وجل مراقبة الله عز وجل اللي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى إيه كمان حسن الأخلاق مع الآخرين حسن الأخلاق مع الآخرين ما أبرز أعمال الحج؟ أول حاجة عندنا الطواف حول البيت الحرام أو الكعبة الوقوف بعرفات الوقوف بعرفات ممكن واحد يقول لي الوقوف بعرفة هي نفس الكلام مفيش مشكلة الوقوف بعرفات إيه كمان السعي بين السعي بين الصفاء والمروهة بس كده يا حبيبي نكون انتهينا يلا نروح لواجب الحصة هنحل الواجب ونكتب عليه اسمنا واسم الدرس ونبعثه على جروب المعالي سادس في التليجرام قناة التليجرام وجروب سادس في التليجرام هتلاقي إن شاء الله فيها صندوق الوصف أسفل الفيديو أو في أول تعليق في النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة وضغطوا إعجابا وطعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوات سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوم إليك أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته